في سؤال رقم 11 أعطى لنا ثلاث مقاحل وطلب مننا اختيار مقحل مناسب للتركيب الموجود عندنا فأنا اخترت المقحل ذو المرجع بي سي 517 سؤال لماذا اخترت هذا المقحل بالضبط لاختيار المقحل يجب اتباع شرطيني أساسيا الشرط الأول يجب أن يكون فيسيو ماكس المعطم من طرف الصانع أكبر من فيسيو بلوك للمقحل في تركيب خاص بك أما الشرط الثاني يجب أن يكون تيار اسيو ماكس الأعظم المعطم من طرف الصانع يجب أن يكون أكبر من اسي ستري في تركيب خاص بك إذا تحقق هذا الشرطين فإن المقحل مناسب وإذا تحقق شرط واحد ولم يتحقق شرط ثاني فإن المقحل غير مناسب نذهب إلى الجدوة كما تلاحظون لدينا ثلاث مقاحل المقحل الأول بي سي خمسمائة وسبعتاش المقحل الثاني بي سي ستمائة وثمانتاش والمقحل الثالث أم جيو بيتين وسبعين جي نبدأ لدينا في سيو بلوك تساوي 24 فولت نلاحظ مقحل الأول جهده أكبر من 24 فولت مناسب مقحل الثاني من ناحية الجهود 55 فولت كذلك أكبر من 24 فولت مناسب المقحل الثالث كذلك مناسب من ناحية الجهود ثلاث مقاحل كلها مناسب ثاني شيء هو إي سي ماكس لدينا إي سي ساتوري لتركيب هو 0.6 أمبير بالنسبة للمقحل الأول إي سي ماكس 91 أمبير إذن مقحل بي سي 517 مناسب بالناحية التيار مقحل الثاني كما تلاحظون 500 ميلي أمبير أي 0.5 وهنا لم يتحقق شرط إذن بي سي 618 مقحل غير مناسب أما المقحل الثالث 30 أمبير كذلك من التيار مناسب في هذه الحالة بقي لدينا مقحلين بي سي 517 وأم جي 270 جي في هذه الحالة ننظر إلى الاستطاعة المبددة نلاحظ في المقحل الأول استطاعة مبددة 625 ميلي واط والمقحل الثاني 15 واط المقحل الثاني استطاعة مبددة كبيرة جدا والتركيب لا يحتاج تلك الاستطاعة المبددة في هذه الحالة نختار ذو الاستطاعة المبددة الضعيفة إذن المقحل المناسب في هذه الحالة هو مقحل ذو مرجع بي سي 517 والتعليل يكون بهذا الشكل لأن في سيو ماكس من طرف الصانع أكبر من في سيو بلوك في التركيب لأنه 30 أكبر من 24 والتيار الأعظمي من طرف الصانع أكبر من إي سي ستريف التركيب أي واحد أكبر من صيف فاستا أوندير